ساعة الوقت تسعة بتوقيت القاهرة مع عدنا مع موجز الأهم الأنباء مع هالة اتفضلها شكرا منا التأسع صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقدير مصر البالغ للروابط التاريخية العميقة التي تجمعها مع موريتانيا في ظل علاقات الأخوة بين الشعبين والبلدين الشقيقين وخلال مؤتمر صحفي مع رئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني عقب مباحثاتهما بقصر الاتحادية وشعر الرئيس السيسي إلى إجرائه مباحثات مكثفة وبناءة مع نظيره الموريتاني تناولت مختلف الموضوعات الثنائية والإقليمية والدولية ومن جانبه أعرب الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني عن تهنئته لمصر وشعبها على الإنجازات التي تحققت خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وخلال كلمته بالمؤتمر الصحفي مع الرئيس السيسي أكد الرئيس الموريتاني أن قوة مصر هي قوة للأمة العربية أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة وجود اتفاق يمكن القطاع الخاص في مصر والسعودية من تحقيق التكامل والشراكة في سلاسل الإمداد والإنتاج جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء لوزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف بمقرر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث بحث سبولة عزيز التعاون والتكامل بين مصر والمملكة في ملف الصناعة تستأنف جلسات الحوار الوطني أعمالها غدا في الأسبوع الثالث بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبراء وتبدأ الجلسات بالمحور الاقتصادي بمناقشة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة الزراعة والأمن الغذائي على مائدتها قام رئيس مجلس الشيوخ الكازاخي مولانا شين باياف تنفيذا لقرار رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومار توكاياف بتسليم وسام الصداقة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ يأتي ذلك تقديرا لمصر ولدور المستشار عبد الرازق في دعم أواصر التعاون المصري الكازاخي على مختلف الأصعدة يذكر أن هذا الوسام الذي تم إهداؤه لرئيس مجلس الشيوخ من أعلى الأوسمة في دولة كازاخستان تنظم تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم صالونا نقاشيا حول الشكل الأمثل للعمل النقابي في مصر وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنصيقية حول القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني ويناقش الصالون تاريخ العمل النقابي المصري وأضرار تسييس العمل النقابي وكيفية خلق كوادر نقابية تهدف لخدمة النقابة وأعضائها وكذلك كيفية تفعيل النقابات بالشكل الأمثل ومدى الحاجة لتشريعات جديدة للعمل على تحسين بيئة العمل النقابي في مصر أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أوكرانيا بدأت عملية عسكرية واسعة النطاق ضد القوات الروسية وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها إن القوات الأوكرانية لم تنجح في محاولتها لكسر الدفاعات الروسية في اتجاه الجنوب وأضافت أن الجيش الروسي تصدى أيضا لمجموعة أوكرانية حاولت العبور إلى منطقة بيلوغورود شرق أوكرانيا والتي تتعرض لقصف أوكراني كثيف منذ أسبوع تظاهر عشرات الآلاف في بولندا ضد الحكومة للاحتجاج على غلاء المعيشة وقبل أشهر من الانتخابات التشريعية دعت المعارضة لتنظيم احتجاجات بأنحاء البلاد ورددوا شعارات مناهضة للغالبية الحاكمة منذ نحو ثماني سنوات انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل